السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة الكرام أحييكم جميعا بتحية أهل الجنة وتحية أهل الجنة السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أدعوكم جميعا لنعيش لحظات إيمانية مع كتاب الله عز وجل نناقش القضايا النفسية والقضايا الأسرية والقضايا الاجتماعية وكل القضايا المرتبطة بواقعنا العام كلام الله تعالى فيه كل شيء وهو أطيب الكلام واليوم مع ثاني سورة نزلت على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا وهي سورة القلم أدعوكم أيها الأحباب الكرام أن تأخذوا المصحف الشريف بين أيديكم وتفتحوه على سورة القلم ونتعبد الله جل جلاله بالتدبر والتفكر والاستنباط لكلامه ونربطه بواقعنا المعيشة في الحصة الماضية تحدثنا عن سورة العلق هي أول ما نزل على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما كان يتحنث الليالي دوات العدد بغار حراء كان يتأمل في هذا الكون الفسيح ويتساءل من خلق هذا الوجود ولماذا خلقنا الله تعالى ولماذا هناك الظلم ولماذا هناك العدل ولماذا هناك الخير ولماذا هناك الشر ولماذا البشر يتعملون بمعاملات غريبة وما مصيرون بعد الموت وما هو المطلوب مننا في الحياة أسئلة كثيرة كانت عالقة بذهن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد في المجتمع الجاهلي الأول من يعطيه الجواب الصريح والواضح فكان يصعد إلى أعالي الجبال ويتأمل في ملكوت الكون حتى بعت له الله المعلم معلمه هو سيدنا جبريل عليه السلام آمين الوحي سيعطينا الأجوبة عن الأسئلة العالقة الأجوبة الصحيحة العميقة الغير القابلة للتأويل أجوبة واضحة وبينة وسهلة تتناسق مع الفطرة وتستجيب لمقتضيات العقل فأنزل الله عليه أول ما أنزل صورة العلق والعلق هو الدم المتجمد وهي إحاء لدراسة البيولوجيا إحاء لدراسة الإنسان أنت أيها الإنسان من أجلك خلق الله هذا الكون وأنت أيها الإنسان هو خليفة الله فوق هذا الكون وأنت أيها الإنسان مناط بك الآمان العظمى وتذكر أيها الإنسان أن أصلك من علق من قطعة دم جامدة ثم صرت إنسانا فكان أول أمر أمر به الله تعالى عباده المؤمنين في الدين الإسلامي هو الدعوة بطلب العلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كانت الدعوة لطلب العلم أول فريضة في الدين الإسلامي علينا أيها الأحباب الكرام أن نستحضر أن أول فريضة ما هي هي طلب العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله لم يقل ربنا فقل أو انتقبل إله إلا الله لقلنا فاعلم أنه لا إله إلا الله وجاءت الدعوة بالقراءة وبتدوين القراءة بالقلم لهذا نحن أمة لا إله إلا الله أول فرض علينا أن نهتم بها هي طلب العلم وتاريخنا الإسلامي القديم ولله الحمد والمنه لما نقوم بدراسته نفتخر هناك محطات مشرقة في تاريخ الإسلام كانت فيها الأمة العربية والإسلامية هي قائدة العالم كانت جميع دول العالم آنداك الفرس والروم وغيرها من الأمم تهابوا وتخافوا من الأمة الإسلامية لأنها كانت متشبتة بالعلم ولأنها كانت تطبق الأمر الإلهي إقرأ باسم ربك الذي خلق فكانت الأمة الإسلامية مهابة الجانب ولم يكن فيها فقر ولا تهميش ولا ظلم كانت هي الرائدة لكن فيما بعد لما تخلت الأمة الإسلامية عن طلب العلم بأسباب كثيرة سوف نتحدث عنها إن شاء الله لاحقا هناك أسباب داتية وهناك أسباب داخلية وهناك أسباب خارجية فالأسباب المتشابكة جعلت الأمة الإسلامية تضعف ولا تهتم بالعلم فصارت في مستويات متذنية وبالتالي صارت ضعيفة وصار حالها كما ترون الآن أمة الإسلامية أمة صامتة أمة خائفة أمة ترضى بالقليل وتخضع لمن سواها لماذا لأنها ضيعت الفريضة الأولى التي فرضها الله عز وجل علينا في كتاب العزيز هي فريضة العلم ونحن سوف نتابع في صورة العلق التي خصصنا التدبر لها في الحلقة الماضية جاء فيها ذكر القلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم فكانت تاني صورة نزلت على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي صورة القلم أيها الأحباب الكرام المصحف الشريف الذي بين أيديكم هو لم ينزل هكذا الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم النساء لا القرآن الكريم نزل خمس آيات خمس آيات متفرقات ثم ربك عز وجل أمر سيدنا جبريل بإعادة ترتيبه فالقرآن الكريم هكذا خلقه الله جل علاه تعالوا نتأمل في صورة القلم صورة القلم يقول فيها الله تعالى في مطلعها بعد بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين هذا التاني ما نزل من الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وسياق هذه الآية يبين ملامح من تلك الفترة التي كان يعيشها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إنها فترة الضعف والقلة فترة المعاناة والشدة كان المسلمون مع سيدنا النبي قلة قليلة على رؤوس الأصابع ولما جهر النبي الكريم بالدين الجديد الذي يقوم أصلا على عقيدة اللا إله إلا الله معناه لا معبود إلا الله ودعا إلى التشبت بالقيم الأخلاقية وبالعدالة الاجتماعية اعتبر الرأي العام السائد أنا داك بأن محمد ومن معه من هذه القلة ضعفاء وعبيد هؤلاء جاءوا بفكر غريب وأنهم جاءوا ليسيء لنظام المجتمع فأول تهمة سوف يتهم بها النبي صلى الله عليه وسلم ليست الإرهاب أول تهمة سوف يتم اتهم بها النبي الكريم هي أنه مجنون هذا هذا الرجل مجنون هذا الرجل جاء يثور على تقاليد وعادات المجتمع هذا الرجل جاء ليغير التوابط مما اعتد عليه الناس وتابعه قلة من العبيد والمستضعفين هذا مجنون هذا لا يفكر إنه يدعو ويتكلم بثقة زائدة فقالوا هذا مجنون فصار الناس كلهم في مجالسهم يقولون لقد ظهر المجنون ظهر المجنون من هو هذا الذي اسمه محمد وكانت أم جميل زوجة أبي لهب لم تعد تسميه محمد تسميه مذمم مذمم فكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يواجه هذه الغطرصة وهذا الاستكبار بما يمتلك من ضعف لا يمتلك أي شيء سواء كلامه النوراني فهذا الأمر حز في قلب النبي الكريم حز في قلبه الإنسان لا يحب أن يسمع إساءة ولا يحب أن يطعن في كرامته فربك سبحانه وتعالى أنزل عليه صورة القلم وذكر فيها مجموعة من الأشياء فيها دفاع عن النبي الكريم وفيها تخطيط لما سوف يقع في المستقبل القريب لأن الله تعالى علام الغيوب جاء فيها بعد بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما معنى نون نون هو حرف من الحروف الأبجدية ومعلوم أن العرب في زمانهم كانوا يعرفون بالفصاحة والبلاغة وكانوا يعقدون أسواق كبيرة للشعر وللكلام الجميل فكانهم أئمة اللغة فربك عز وجل سيأتي بهذه الحروف الأبجدية ليتحدى العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي هو نظم بحروف أبجدية ألف لام ميم طاها قاف سين هذه كلها حروف أبجدية فهنا قال نون حرف النون قيل أن نون هنا معناه الدوات لأنهم يقولون بالقلم نون والقلم وما يسترون فالقلم يحتاج إلى دوات فيها مداد فكأن ربك عز وجل يقسم بالدوات والقلم ما هو القلم القلم هنا في هذه الآية يقصد به قلم القدرة أول ما خلق الله في الوجود القلم تذكروا أيها الأحباب الكرام تذكروا هذا الكلام أول ما خلق الله في الوجود القلم القلم القدرة فقال يا قلم أكتب قال يا ربي وماذا أكتب قال اكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد فجرى القلم بما يكون من ذلك اليوم إلى قيم الساعة كل ما نره الآن في وسائل الإعلام تكون شرقية أو غربية تكون إسلامية أو علمانية تكون مناصرة لهذا الاتجاه أو مضاد له كل ذلك مكتوب عند الله كل شيء يقع الآن هو في علم الله وسبق في علم الله كل ما يقع من أحداث كل ما يقع من خير أو شر كل ما يقع من تسرفة البشر هو في علم الله قبل أن يقع نون والقلم وما يسطرون من هم ما يسطرون قالوا هم الملائكة الملائكة هم الذين يسطرون كل أعمال العباد يكتبونها كل ما يقع كل بشر مننا إلاه وعنده ملكان عن اليمين وعن الشمال قاعد كل واحد منا له ملك عن اليمين وعنده ملك عن الشمال يكتب ما يخطر في ذهنك وما تنظر إليه بعينك وما ينطق به لسانك وما يدخل إلى جوفك وما تفعله بفرجك كل شيء يكتب حتى الخواطر وحتى الأفكار المسبقة يسطرها هذين الملكين في الكتاب وربك يوم القيامة يحاسب العباد ربنا عز وجل يوم القيامة يختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون فيضع الكتاب ونضع الموازين القصة اليوم القيامة ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا إحنا اليوم في الدنيا عدنا الحرية هنا الحرية الفرضية من أراد أن يحسن فليفعل من أراد أن يسيء فليفعل من أراد أن يتشدق بالنظام الكوني والقيم الكونية وبأي شيء فليفعل ولا أحد يحاسبك لكن لما نصير بين يدي المولى عز وجل الله تعالى يختم على النفوس وعلى الألسن وتتكلم الأياد والأرجل ويوضع الكتاب المجرمون ماذا يقولون المفسدون في الأرض الذين يظلمون والذين يزهقون الأرواح ويسفكون الدماء ويأكلون أموال الناس وينهشون الأعراض هؤلاء ماذا يقولون يقول المجرمون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كل شيء بإحصاء الإحصاء الإلهي كل شيء فلهذا ربنا عز وجل أمرنا أن نكثر من الاستغفار وأن نبادر بالتوبة وأن نسعى إلى الإحسان قبل أن نودع هذه الآيات هي ربنا أقسم بها لماذا؟ لماذا أقسم الله بنون والقلم وما يسترون والله له أن يقسم بما شاء أقسم الله بالقلم على براءة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مما نسب إليه الأعداء نسب إليه أن هذا الرجل مجنون محمد مجنون جاء بدين جديد وجاء مخالفا للتقاليد ومخالفا للعادات ومخالفا لنظام المجتمع هذا رجل مجنون حتى شاع الخبر وهناك وسائل إعلام أي زمان ليس كعصرنا هذا كان هناك منتديات للشعراء يروجون الكلام فانتشر الخبر بأن محمد هذا مجنون حتى كاد بعض الناس يصدقونه فنزلت هذه الآيات تبرئ ساحة النبي الكريم فيقول الله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون ربنا يشهد لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالعقل الكامل ويسهد له بالكلام الفصل ما أنت بنعمة ربك بمجنون لأنهم في الجاهلية كانوا يسمونه بالصادق الأمين مما اشتهر به النبي الكريم قال البعته كانوا يسمى بالصادق ويسمى بالأمين فربك عز وجل يبرئ نبيه لأنه الربوبية لاحظوا اسم ما أنت بنعمة ربك 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 الربوبية متى سمعت كلمة الربوبية في القرآن فيها الحنو فيها الحنان فيها العطف فيها الطمأنين فيها السكينة وإن لأجرا غير ممنون يعني أن الله تعالى يبشر نبيه بأنه سوف يكون فائزا لك الأجر الغير الممنون يعني الغير المقطوع لك الأجر الدائم المستمر سواء في الدنيا أو في الآخرة يا محمد لا تحزن إن الأمور بأيدينا وما يقع بين البشر نحن نتركهم يفعلون ما شاء لكن القيادة بأيدينا والأجر والفوز والنجاح لأهل الإيمان وإن لك أجرا غير ممنون يعني الأجرا فوزا وخيرا في الدنيا أولا ثم في الآخرة وهذا ما وقع سيدنا النبي في آخر عمره جاءت الفتوحات الإسلامية وأنزل عليه الله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينة وأعطاه الله من الكرمات ما الله بيعلم هذا في الدنيا وفي الآخرة وعاده بأن يعطيه الشفاعة وأنه صاحب اللواء الممدود وأنه صاحب الحود الممدود صلى الله عليه وسلم ثم بعدها ماذا قال ربنا عز وجل نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم يا محمد إياك أن تشعر بالخوف والوجل من كلام هؤلاء هؤلاء كلامهم هرتقى هذا معروف عبر التاريخ هناك ما يسمى بالحرب النفسية هناك الحرب التي هي بالسلاح تكون في ساحة المعركة وهناك الحرب النفسية ما هي الحرب النفسية هي أن تطلق أبواق يطلقون كلام فيه مس بالكرمات ومس بالذمة والناس حينما يسمعون هذا الكلام يشعرون بالخوف وبالذعر وبالقلق وبالحزن والوساوس هذا السلاح منذ زمان ليس فقط في عصرنا هذا بسبب تطور الآل الإعلامية أيام زمان كانوا يفعلون هذا فربك عز وجل من فوق سبع سماوات شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه على خلق عظيم حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت ماذا كان خلق النبي قالت كان خلقه القرآن معنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتتالا للقرآن أمرا ونهيا كان القرآن العظيم سجية له وخلقا فكان عظيم الأخلاق وفي قراءة وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم خلق عظيم يعني لا أخلاق الله يا محمد أنت على أخلاق الله من الإيمان والعفو والخير والكل المعاني الطيبة الرائدة فأنت عليه يا محمد وإنك لعلى لعلى فوق الخلق العظيم لقد ربنا قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتهم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فسيدنا النبي كان على خلق عظيم ويشهد له أنس ابن مالك رضي الله عنه قال خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي قط أف ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أفعله هل فعلته كان دوما يقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فقد كان فيه خلق العفو خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين هذا معنى قول الله تعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم ثم ربك عز وجل بعدها قال فستبسر ويبسرون بأيكم المفتون هنا الله تعالى يغير الاتجاه نحو الخصوم كان هناك المشركون الذين يرفضون الدين الجديد وكانوا يفتنون الناس عن الحق فربك عز وجل قال لا تحزن إنهم بأعيننا فستبسر ويبسرون بأيكم المفتون هؤلاء الذين فتنوا العباد هؤلاء الذين ضلوا عن سبيل الله سوف ربك يفعل بهم ما هو يليق بهم هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فهذا تهديد للظلين ووعد للمهتدين فربك عز وجل في هذه الآيات البينات سوف يتحدث عن قيمة العلم وسوف يتحدث عن براءة النبي الكريم مما نسب إليه أنه مجنون وسوف يتحدث بأن المآل هذا الصراع بين الخير والشر الصراع بين الإيمان والكفر الصراع سوف يقول خيره للمؤمنين مهما طال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ثم سوف يتحدث ربك عز وجل عن الصفات السيئة التي يدمها بعد ذلك ماذا قال في القرآن العظيم من صورة القلم قال فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبن إلى تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم هنا ربنا عز وجل يحدث نبيه وصفيه يا محمد في خضم هذا الصراع الأزلي بين الخير والشر بين الإيمان والكفر بين الحق والباطل يا محمد إياك أن تطع المكذبين المكذبون هم الذين يأتون بأفكار غريبة وإيديولوجيات مختلفة ويطلبون منك أن تصدقها يكذبون الله ورسوله ويكذبون الحقائق ويغيرونها في كل عصر في كل عصر هناك اختصاصيون ومختصون في الخداع يكتبون كلاما أو يقولون كلاما ولكذ الكلام فيه تغيير الحقائق ويطلبون من الناس أن يقتنع بذلك فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون يعني ودوا لو ترك إليهم فتترك هذا الحق وتسعى معهم لأن المشركين قالوا يا محمد لماذا تريد أن تسفه عقولنا لماذا تمس آلهتنا لماذا تريد أن تغير هذه القيم التي نشأ عليها المجتمع يا محمد كن معنا سنعطيك المال ونعطيك السلطة ونعطيك ما تريد نزوجك بالنساء إغراءات مالية فقالوا ودوا لو تدهنوا فيدهنون لكن الله تعالى قال يا محمد إياك لابد أن تتبت على الحق لابد أن تصير في طريق الله ولا تنخدع بهذا الكلام ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم منع للخير معتد أثيم هذه أوصاف إياك محمد أن تطيع هؤلاء كل حلاف مهين هناك بعض الناس يحلفون إما يحلفون بالله أو يحلفون بالآلهة أو يحلفون بأي شيء لدقلك العلماء إياكم ثم إياكم من كطة الحلف إذا رأيتم الرجل أو المرأة كثير الحلف اعلم بأن إيمانه ضعيف لأن صاحب الإيمان القوي لا يحتاج إلى الحلف صاحب الإيمان القوي هو يتكلم بالصدق ويخشى الكذب أما الذي يقول الحلف أو في الغالب كذب يريد أن يواري عن نفسه يدافع عن نفسه ولا تطع كل حلاف مهين يعني كل كثير حلف كذب مهين يعني خسيس النفس ناقص الهمة لو كان عنده همة لكان صادقا ولا يحتاج إلى إلى الحلف بالله ليبين صدق كلامه هماز مشاء بنميم ما معنى الهماز يعني كثير العيب الذي يطعن في الناس بالغيبة والنميمة إنسان دائما فيه فيه اللمز والهمز ويطعن في كرامة الناس للأسف هناك مختص أي مجلس يسموه فاكهة المجالس لابد أن يذكر عيوب الناس وإذا أرد أن يمرر أي خطاب لابد أن يهمز فلان فعل كذا فلانة فعلت كذا يهمز ويدكر عيوب الناس وهم غير حاضر معه لكي يدافع عن أنفسهم هذا من أخلاق المشركين الهماز الذي يطعن في كرامة الناس وأعراضهم ويدكرهم بالغيبة والاستهزاء وهم غير حاضرين هماز مشاء بنميم أي يمشي بين الناس بنميمة ينقل كلام بعضهم لبعض ليفسد في الأرض ويلقي العدو والبغضاء يدب عند فلان يقول له كلام ويدب عند علان يقول له كلام معاكس والغاية أن يضرب هذا بهذا هذه ليست من أخلاق المسلمين فالذي في هذا الخلق مشاء بنميم هو من أسباب العذاب في القبر فقد جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فتوقف وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بنميمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على مقبرة سمع صراخ فتوقف عند قبرين قال هذا الصراخ ينبعت من هذين القبرين إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير يعني ليس شيء عظيم عند الناس الأول كان في رواية لا يستبرئ من البول وفي رواية لا يستتر من البول يعني أنه لما يتبول يبقى دائما أن الناس ينظرون إليه أو أنه قبل أن ينفذ يقوم للوضع والصلاة وهو لم يبرأ بعد أما الثاني فكان يمشي بين الناس بنميمة يقول كلام في الناس ومشكلتنا في عصرنا هذا مشكلتنا الكبيرة في عصرنا هذا هو أن الناس يتكلمون كثير وحينما يتكلمون يلمز بعضهم بعضا في وسائل الإعلام في قنوات التواصل الاجتماعي في مجموعة فائد فائد من التسجيلات الناس بعضهم يتكلم في عرض هذا وعرض ذكا وهذا ينبغي أن نحذر هذا مخيف الذي يقوم بالنميمة والغيبة هذا يعد في القبر بل لا يدخل الجنة كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قد تاتم قيل ما قد تات يا رسول الله قال نمام لا يدخل الجنة ولهذا سيدنا النبي لما أراد أن يبين الفرق ما بين أهل الإيمان وأهل الضيع قال لما سئل ألا أخبركم بخياركم قالوا بلى يا رسول الله قال خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل هذا ما خيار الناس لك تتلقى معاه كتلقى كي يذكر الله تعالى كتلقى كي يذكرك بالإيمان واليقين وإذا جاء في الصياق كلام شوحد درسي إفساد يستغفرون له من صفة المؤمنين يستغفرون الله ويستغفرون لغيرهم من المؤمنين الله مغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان يعني لا يذكروا ما ساوي الناس كي يقول الله يغفر لنا ولهم ولكن شي حساب احتل عند مول الحساب أما نحن بشر لمخرج من الدنيا مخرج من عقيبها قد قد دائما كلام الخيار كي يكون في الدكر في القرآن في الحديث في الفقه في الهمة الصالحة في الأخلاق الحميدة ألا أخبركم بخياركم قالوا بلى يا رسول الله قال الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل ثم قال ألا أخبركم بشراركم المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبراء العنت هدو شرار الخلق والعيد بالله كيف يمشي بين الناس بالنميمة يقول هذا كلام يقول أخر كلام وكيف ينوص الصراع المفسدون بين الأحبة الناس مجموعين واحد العائلة واحد الأصدقاء أو في واحد الجمعية أو في واحد الحزب أو في واحد النقابة أو في واحد تيار معين متحبون متعاونون بغي يتعاونوا هو يفسد بينتهم ويتلقى العداوة والبغضاء وكيبغوا دائما يبقى الصراع قالت سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلئهم شرار خلقي ثم بعدها قال ربنا عز وجل فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم من صفات هؤلاء والعياد بالله أنه مناع للخير أنه فيما كنش يعمل صالح الناس كيبغوا يتعاونوا على الخير ويمدوا يديهم للخير هو كيقل لهم ولا وهذا شيء ممكنش يمنع الناس من النفقات يمنع الناس من الزكوات يمنع الناس من الإعانات يمنع دائما كيقول لك كيقولوا كيدي العصاف الرويضة ميخلش الناس يستافدوا ميخلش الناس يعيشوا ميخلش الناس ينتافعوا مناع للخير معتدين أثيم عتل بعد ذلك زنيم ممنع معتدين أنه في الظلم يظلم الناس يظلم الناس في أعراضهم ويظلم الناس في أموالهم ويظلم الناس في دمائهم المعتدين كي تعدى فيما القى الشي فرصة كي تعدى كدقى مسيء والعياد بالله معتدين أثيم علش كذي الاعتداء لأنه كذي الإتم كثير الإتم كثير الدنوب في حق الله وفي حق العباد وفي حق نفسه عتل بعد ذلك زنيم أي عتل بعد ذلك يعني غريض شرس الخلق قاس ودائما كي تعمل بالغلضة هؤلاء ربنا عز وجل يبعدهم يقصيهم لفيما الصفات سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل ألا أنبئكم بأهل الجنة شكنا ما أهل الجنة قال كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره أهل الجنة كل ضعيف متضاعف لأن أهل الجنة قد خلاله الضعفاء والفقاراء أول من يفتح لهم أبو بالجنة الفقاراء لأنهم أعدم أموال يحسبون عليها وكانوا قانعين بما قسم الله والضعفاء لأنهم كانوا محقورين وكانوا مطرودين وكانوا مضيق عليهم ألا أنبئكم بأهل الجنة كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله بألا أبره وألا أنبئكم بأهل النار كل عطل جواض مستكبر أهل النار والعياد بالله كل عطل العطل يعني اللي هو شديد طبع جواض مستكبر غريض وفيه الكبرياء وفيه العجب ويقول لك أنا ما كيش بحالي أنا هو وبها أنا هو كل شي هذا الله استرنا واستركم هو حطب جهنم والعياد بالله مناع للخير معتد أثيم عطل بعد ذلك زنيم ما معنى الزنيم زنيم يعني أنه ليس له أصل شرعي يعني إنسان معنىش الأصل الزنيم وابن الزنا والعياد بالله لو كان عنده أصل ما كان فعل هذا يعني صاحب الأصل الرفيع كتلقى دائما كيرجع للأصل دياله كتلقى فيه الحياء كتلقى فيه الكلام الحسن كتلقى فيه المعاملة الطيبة أما لكيستعمل طريقة فجة وكيظلم الناس ويطعنوا في الأعراض ويسعي للإفساد هذا ليس شرعي هذا دليل لأنه أخلاقه أخلاقه غير ذلك طبعا العلماء والمفسرين قالوا هذا الكلام في القرآن العظيم هذه المفردات ليس المقصود بها السباب ولا الشتائم وإنما هي عبارة ذكرها الله تعالى لوصف أشخاص وهذا الشخص ربي عز وجل غدي يبينو أن كان ذا مال وبنين إذا تتلع عليه آياتنا قال أساطير الأولين هذا الشخص هو عند المال عند المال يعني تاريم الأثرياء أن كان ذا مال وبنين عنده أولاد عنده أولاد مصخن الكسافو لكنه فيه الكبرياء إذا تتلع عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا سمع القرآن وسمع الذكر قال هذه أبطير الأولين هذه خرافاتهم هذا فكر رجعي كما يقال في عصرنا في عصرنا قال قلقوا بعض المثقفين أو أشباه المثقفين ينعتون الفكر الإسلامي القرآن والسنة والفقه بأنه ترات قديم وبأنه صار إلى التاريخ وأنه لا ينبغي أن نعتز به ولا أن نأخذ به هذه الآيات هي في الأصل نزلت على رجل كان اسمه الوليد ابن المغيرة كان قائدا من قادات قريش هو والد الصحابي خالد بن الوليد خالد بن الوليد لكان من المشركين ثم أسلم وصار يسمى بسيف الله المسلول هذا والده الوليد ابن المغيرة كان من أغنى أغنية قريش وكان من قادتهم وكان يحب أن يكون هو النبي فلما سمع بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي غضب واشتاط غضبا وبدأ يسب الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول بأن هذا الرجل لا ينبغي أن يكون في هذه الصفات فنزلت عليه هذه الآيات هذه الآيات نزلت على الودل المغيرة فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم منّاع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلع عليه آياتنا قال أساطير الأولين يروى بأن الوليد بن المغيرة قالوا لهذه الصفات فيها تسعة الصفات تسعة الصفات كلها فيك حلاف مهين هماز مشاء بنميم منّاع للخير معتد أثيم عتل لكن قال بعد ذلك زنيم ما معنى الزنيم ابن زينة فقالوا هذه الأوصف فيك يا ابن المغيرة وكلمة زنيم هل هي فيك محمد صادق أم كاذب فغضب الوليد ابن المغيرة وحمل سيفه وذهب عند أمه وكادت امرأة مسنة قال أمه أخبريني من هو والدي من هو أبي قال لي لماذا تسأل على هذا السؤال قال محمد أنزل عليه وحي من السماء وذكر فيه تسعة صفات كلها في إلا واحدة هو هي زنيم قال لها أخبريني ما حقيقة والدي وإلا ضربت عنقك بالسيف قالت يا ابني أولدك هو والدك قال لا محمد لا يكذب أصدقني القول فلما شدد عليها قالت يا ابني إن والدك هو راع أما من تنسب إليه هو رجل المغيرة كان كان رجل من الأثرياء لكنه كان عاقر لا يلد وخشيت إن توف أن يأتي بني عمومتك ويأخذون الأموال ويطردونني فمكنت نفسي من الراعي فأنت ابن ذلك الراعي أنت بشي والشرعي أنت ابن غير غير سليم فشعر هذا بأن سيدنا النبي كان صادقا وأن عدد من المشركين أسلموا أسلموا لما علموا بأن هذا الكلام الذي يأتي به محمد وحي من السماء ويكشف أسرارا فالصورة عظيمة وجليلة وذكر فيها الله تعالى الصفات السيئة التي ربنا يدمها ويكرهها ما هي أهم الصفات؟ هي كثرة الحليف بالحق والباطل هي الفجور واغتياب الناس هي إقاع الفتنة بين الناس هي منع الخير هي العدوان والظلم وهي الوقوع في الزين والفساد والغرور بكثرة الأموال والأولاد وأيضا جحود النعمة هذه كلها صفات سيئة يدمها ربنا سبحانه وتعالى ويدمها الإسلام وعلينا أن نتجنبها هذا باختصار أيها الأحباب الكرام أهم ما جاء في هذه الصورة صورة القلم وهي تاني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة الصورة أن ربنا عز وجل سيذكر هؤلاء المشركين ويذكر من خلالهم جميع القارئين للقرآن العظيم بأحدث أخرى سيدكرون بتدخل القدرة الإلهية على المجتمعات أي مجتمع الآن لا يظن بأنه أنه محمي من طرف المنظمات الدولية أو محمي كل واحد إلا وهناك الإرادة الإلهية مالك الملك قد يتدخل في أي لحظة فينصر المستضعفين ويعاقب المدلبين سوف يتكلم بعدها ربنا عز وجل عن قضايا في التاريخ لكي نضعها في عصرنا هذا وفي كل عصر سيقول إِنَّا بَلَوْنَا هُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذَا قْسَمُوا لَيَسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَتْنُونَ فَطَاثَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ سيتكلم عن أناس كان عندهم جنة الدنيا لا جنة الأخيرة بمعنى الجنة هي بستان عظيم وحد البلدة كان فيها البساتين وفيها أنواع من التمار والفواكه كانوا في اليمن من أهل صنعاء ربنا عز وجل أعطاهم الأمان وأعطاهم الاستقرار وأعطاهم الأموال وأعطاهم الفلاحة المزدهرة والبساتين أصحاب الجنة غير هذه الكلمة تعني بأن البلدة كان فيها الازدهار الاقتصادي فيها الاستقرار الاجتماعي يحضون بالأمن الغدائي هناك التمار والفواكه لكن غد يوقع لهم غد يوقع والقصة بخلاصة أن هذه الجنة العظيمة كان زائمها رجل رجل كان صالحا كان لا يجحد نعمة الله كان يشكر نعمة الله وكان يعطي للفقراء والمساكين كل عام نصبهم ملك يجوق التمار والفواكه والكروم والخيرات والزروع كان يأخذ ماله ويعطي مال الله للفقراء والمساكين واستمر على ذلك سنين طويلة لكنه فيما بعد سوف يمرض ولما أوشك على الوفاة أولاده اجتمعوا وقالوا أبونا هذا كان أحمقا كان يعطي بسخاء للفقراء والمساكين لابد أن نمنع هذه التصرفات هذا مالنا وهذا رزقنا والفقراء والمساكين لا حق لهم عندنا فقال أوسطهم أوسطهم يعني أحبهم للخير قالهم افعلوا كما كان يفعل أبوكم إنه كان يعطي وربك كان يكرمه فقالوا له هذا كلام هراء لا نريد أن نستمع إليه فدبروا أمرهم واتفقوا على أنهم لن يعطوا للفقراء ولا للمساكين أي شيء فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون بينما هم نائمين ربنا سوف يصيبها بآفة سموية لأن جنود الله تعالى ليس فقط الجنود العادي المعروفين بل هناك جنود جنود لم تروها الله سبحانه وتعالى إذا أراد إنه يأتي بجنود لم تروها فبينما هم نائمون أصابتهم آفة سماوية فآباد الله تعالى هذه الجنة العريضة الطويلة وأتلفها فأصبحت كالصريم يعني كالليل المظلم يعني لم يعد فيها سوى الخراب دهبت الأشجار ودهبت الثمر فلما طع العالم النهار بدأوا يتساءلون أين الحضائقنا أين بستاننا أين خيرتنا تنادوا فيما بينهم أن أغذوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون كل شيء ضع قال أوسطهم هذا بستانكم وجنتكم قد ضاعت عقابا من الله تعالى أقلم ألم أقول لكم لولا تسبحون عادك الساعة قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين هذا قصة طويلة وعارضة فيها يقول ربنا عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم تتم لصورة القلم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا ليسرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصاريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون ما معنى ذلكلام الإنسان قد يقع في الخطأ لكن الله سبحانه وتعالى أمرنا لما نقع في الخطأ أننا نستغفر ونتوب ونسبح فقالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين لابد أن الإنسان لما يقع في الخطأ كلنا بشر كلنا ضعفاء كلنا معرضين للخطأ الحق تعالى لم يغلق الباب نحن البشر نغلق الباب على بعضنا البعض كم من رجل أغلق باب الصلاة على زوجته وأردت تطليقها وكم من مرأة أغلقت الباب على زوجها وطالبت بالطلاق والنفق وكم من رب عمل أغلق الباب على مستخدمي أو موظفي وأرد حرمانهم وكم من موظفين أغلقوا باب الرحمة على رئيسهم ولم يلتمسوا العذر ربنا يعلمنا أننا نلتمس العذر لبعضنا البعض علمنا أننا الخطأ وارد نحن بشر مخطئون والله تعالى جعل الباب مفتوح للإصلاح وطريقة الإصلاح ما هي أن الإنسان يندم ويستغفر ويكتر من التسبيح قال أوسطهم ألم أقل لكم لو لا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين هذه الكلمة اللي شفرسوا بأنه مقسر يقولها يستدرك بعد ذلك وربك لا يعاقبه بالعقاب الشديد فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إن إلى ربنا رغبون الله تعالى هنا كي علمنا التوبة كي علمنا الرجوع إليه فكلنا مخطئين من منا لا يخطئ أبونا آدم دخل إلى الدنيا بخطأ أمنا حواء خرجت إلى الدنيا بخطأ كل الناس لهم نصيبه من الخطأ لكن الله تعالى يعلمنا أننا لما نخطئ نستغفر ونتوب ونكتر من التسبيح سبحان ربنا إنا كنا ظلمين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إن إلى ربنا رغبون إلا دعطنا شي حاجة ربي قد يعودنا خيرا منها ما عمرك ما تظن بأن ضع فأتك القطار إياك أن تقول الكلام القطار ما زال موجود آخر جاي في الطريق حسن من الأول وما زال الخير اللي جاي اللي جاي إلى الأمام أفضل مما مضى وإن إلى ربنا رغبون فقط أن تسير في في الطريق الصحيح مقصود هذه الآيات أن ربنا عز وجل أراد أن يعلمنا أن الخير والمال هو من عطاء الله وربك إذا استثمرت المال في الخير فإنه يضاعف لك الأجر والتواب وإذا طغيت واكتنزت فإن الله يسلبه منك ويزيله عنك هذا المال والسلطة لأن لك غير الإنسان هو المال والسلطة السلطة إما السلطة السياسية أو السلطة العلمية أو السلطة الشهرة أو غير والمال تروت لعندها النعيم ره من عند الله هو اللي أعطانا هو اللي كرمنا وربك عز وجل كيشف تصرف دينا إلى طاقة الإنسان وبغى به فإن الله يسلبه منك ويزيله عنك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيقول إياكم المعاصي فإن العبد لا يذنب الذنب فيحرب به الرزق كان قد هويأ له الله تعالى قد يهيأ لك الرزق شاملوا وحد فينا الآن الله هو الرزق كيهيأ لي وحد الرزق لكنه يبادل الله بالمعاصي فربك عز وجل يحرمه رزقا قال قد هويأ له ثم تل النبي صلى الله عليه وسلم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم أي حرموا خير جنتهم بدنبهم لهذا الصلحة كيقولوا واحد الكلام كيقول لك اللهم إنا نسألك نعود بالله من السلب بعد العطاء نعود بالله من السلب بعد العطاء الله تعالى خوفنا من السلب بعد العطاء كيأتك الله وحد النعيم كيأتك الله وحد الرزق كيأتك الله وحد المكانة بين الناس كيأتك الله وحد الشهرة كيأتك الله وحد الجمال كيأتك الله وحد تروع ولكن تستعمل هذا النعيم في غير محله تطغى وتبغي على البعض ربك يزيله ويسلبه ولكن مع كل هذا ربنا سبحانه رحيم فلم يغلق علينا الباب وإنما فتحه فتحا عريضة وطلب منا التوبة والاستغفار والإكتار من التسبيح قال ألم أقل لكم لو لا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إن إلى ربنا رغبون فهذه دروس وعبر ومتزال سوط القلم طويلة مزال فيها إن شاء الله نكتفي بالقدر على أمل غدا إن شاء الله نتم الجزء الثاني لغاية يتكلم فيها الله تعالى عن الدر الأخيرة نتكلم عن الدنيا نحن العالم دينا هو عالم ممتد عدنا عالم الملك وعدنا ما زال عالم الملكوت ينتظرون ستمت الآيات إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون هذا الكلام إن شاء الله أن نؤجله إلى حلقة الغد نتدبر ونتأمل في التدخل الإلهي في تصرفات البشر ماذا ربنا عز وجل أرد منا نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان وأن يجعلنا من عباده الراشدين إنه سميع قريب المجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله